إلى قطاع شؤون الدينية الآن الكثير من رجال الأعمال أصبحوا ينفرون من أداء الرقن الثالث للإسلام وهو الزكاة نظراً لصعوبات والغرامات المالية المفروضة عليهم التقرير لسيد أحمد هديب المحمد سعداوي يواجه رجال الأعمال وأصحاب الشركات صعوبة كبيرة في إخراج زكاة أموالهم حيث يصطدمون بإشكالية ذكر الجهة المستقبلة للأموال عند التصريح بإخراجها من المؤسسة خاصة وأن من تدفع لهم الزكاة ليسوا إلا مواطنين بسطاء وفقراء ولا ممثلون جهة معنية على الدولة أن تنزع كل العقبات التي لا تدعو الأغنياء وأصحاب المؤسسات لعدم إخرى الزكاة تنزع عنه الضرائب التي هي من حق الدولة عليه ضف إلى ذلك في حال خرج الزكاة والتصريح بها يخدع مخرجها لضريبة عليها فلا تمييز بينها وبين الأموال الموجهة لشراء سلع على سبيل المثال مما جعل كثيرا من رجال الأعمال ينفرون من أداء الركن الثالث للإسلام بعض الشركات يجب عليهم البيان على الدرام الزكاة لكي تكون في الكنتابيات تكون صحيحة يعني الحل الواحد يجب عليهم تقبل الجستفكات تشاريع وقوانين تتسبب في تعطيل رجال الأعمال عن إخراج زكاتهم مما يجعل إعادة النظر فيها أكثر من لازمة فالهدف من الزكاة هو إعانة الفقراء اشتركوا في القناة